اسم الدرس انجز عملية القسمة على عدد ذي رقمين سادساً جمع صاحب مجنة 650880 بيضة وضعها في 20 حاوية احدد سعة الحاوية الواحدة الإجابة سعة الحاوية الواحدة تساوي عدد البيض على عدد الحاويات 650880 على 20 يساوي 32544 بيضة بدأ صاحب المجنة تسويق البيض في أول يوم من شهر الرمضان بالأسواق الداخلية لبلادنا وأنهى تسويقها في آخر اليوم الثامن عشر من الشهر المذكور دون انقطاع أحدد معدل عدد البيض المسوق في اليوم الواحد الإجابة معدل عدد البيض المسوق في اليوم الواحد العدد الجملي للبيض على عدد أيام التسويق 650880 على 18 يساوي 36160 بيضة يومياً سابعاً ما معدل عدد المستوصفات بكل ولاية الإجابة عدد مستوصفات كل ولاية يساوي العدد الجملي للمستوصفات على عدد الولايات 2016 على 24 يساوي 84 مستوصفاً بكل ولاية يسدي كل مستوصف في اليوم معدل 196 خدمة صحية للمواطنين ما عدد الخدمات الصحية التي تسديها هذه المستوصفات للمواطنين في اليوم؟ الإجابة عدد الخدمات الصحية التي تسديها هذه المستوصفات يساوي العدد الجملي للمستوصفات في عدد الخدمات الصحية اليومية 2016 في 196 يساوي 395136 خدمة أوظف ثامناً قررت مدرستنا تنظيم رحلة استطلاعية وترفيهية لفائدة 56 تلميذة قدرت كلفتها الجملية كراء الحافلة وشراء فطور المشاركين ب378 دينار تساهم منها جمعية العمل التنموي ب70 دينار ويدفع التلاميذ المبلغ الباقي بالتساوي وحدد معلوم كراء الحافلة ب252 دينار ألف ما قيمة المبلغ المالي الذي سيدفعه كل مشارك؟ الإجابة مساهمة التلاميذ تساوي الكلفة الجملية للرحلة إلا مقدار مساهمة الجمعية 378 ألف إلا 70 ألف يساوي 308 ألف مليم المبلغ المالي الذي سيدفعه كل مشارك يساوي مساهمة التلاميذ على عدد المشاركين 308 ألف على 56 يساوي 5500 مليم ما قيمة المبلغ المالي المخصص لفطور كل تلميذ؟ الإجابة كلفة الفطور تساوي مساهمة التلاميذ إلا معلوم كراء الحافلة 308 ألف إلا 252 ألف يساوي 56 ألف مليم المبلغ المالي المخصص لفطور كل تلميذ يساوي كلفة الفطور على عدد المشاركين 56 ألف على 56 يساوي ألف مليم تاسعاً اعتزم شاب بعث مشروع صناعي فاقترد مبلغاً مالياً من البنك أصبح عند الانتهاء من إرجاعه 12 ألف دينار تعهد بدفعه أقصاط شهرية متساوية موزعة على خمس سنوات كاملة وبعد سنة من بعث المشروع اتضح له أن دخله الشهري يساوي خمسة أضعاف قيمة القصط الذي يسدده للبنك شهرياً يتصرف في هذا الدخل كل شهر كما يلي الأجر الشهرية لمعاونه 240 دينار 46 ألف وخمسمائة مليم لصندوق الضمان الاجتماعي مصاريفه الشهرية الخاصة 320 دينار يدخر الباقي لتوسيع مشروعه وذلك بعد دفع القصط الشهري لتسديد القرض ما قيمة القصط الشهري الذي يسدده هذا الشاب للبنك الإجابة القصط الشهري الذي يسدده للبنك يساوي قيمة القرض على عدد سنوات التقصيد في عدد أشهر السنة الواحدة 12 ألف على خمسة في 12 يساوي 12 ألف في 60 يساوي 200 دينار ما قيمة الدخل الشهري الإجمالي لهذا الشاب؟ الإجابة علماً أن دخله الشهري يساوي 5 أضعاف قيمة القصط الذي يسدده للبنك شهرياً لذا فإن قيمة الدخل الشهري الإجمالي لهذا الشاب يساوي القصط الشهري الذي يسدده للبنك في 6 200 دينار في 6 يساوي 1200 دينار ما معدل المبلغ الذي كان يدخره شهرياً؟ الإجابة المبلغ الذي كان يدخره شهرياً يساوي قيمة الدخل الشهري الإجمالي إلا الأجراء الشهرية لمعاونه مع المبلغ الذي يدفعه لصندوق الضمان الاجتماعي مع مصاريفه الشهرية الخاصة مليون ومئتان ألف مليم إلا مئتان وأربعون ألف مليم مع ستة وأربعون ألف وخمسمائة مليم مع ثلاثمائة وعشرون ألف مليم يساوي مليون ومئتان ألف مليم إلا ستمائة وستة ألف وخمسمائة مليم يساوي خمسمائة وثلاثة وتسعين ألف وخمسمائة مليم هل سيكفيه المبلغ المدخر خلال سنتين من شراء آلة ثمنها 4320 دينار؟ علّي الإجابتك الإجابة نعم، سيكفيه المبلغ المدخر خلال سنتين من شراء آلة ثمنها 4320 دينار ويمكن إثبات هذا بطريقتين الطريقة الأولى نبحث عن معدل المبلغ الذي كان يدخره شهرياً لو كان مدخره يساوي 4320 دينار كالآتي أربعة مليون وثلاثمائة وعشرون ألف مليم على أربعة وعشرون شهراً أربعة وعشرون شهر يساوي سنتين يساوي مائة وثمانين ألف مليم الطريقة الثانية نضرب معدل المبلغ الذي كان يدخره شهرياً في أربعة وعشرين شهراً ونرى إن كان مدخره على نحو السنتين يكفي لشراء الآلة أم لا خمسمائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة مليم في أربعة وعشرون يساوي أربعة عشر مليون ومائتين وأربعة واربعين ألف مليم يساوي أربعة عشرة ألف ومائتين وأربعة واربعين دينار أكبر من أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين دينار سمن الآلة شكرا